موسيقى موسيقى مشاهدين عبر تشاريتي تيفي حرق الجديدة من كان وصار متشاركة معكم بموضوع جديد وبموضوع اليوم نروح فيه لأوروبا الشرقية شرقية لحتى نشوف انتشار المسيحية بهذه المنطقة اليوم نحن نعرف ان كل أوروبا الشرقية مسيحية ولكن كيف وصلت المسيحية لإله؟ هذا الموضوع رح تناقش فيه مع أبونا جيسر كيس الأستاذ في اللهوت أهلا وسهلا فيك أبونا بي حلقة جديدة شكرا أهلا على استقبالك أهلا أبونا يعني اليوم نروح لأوروبا الشرقية اللي هي كلها مسيحية منشوفها اليوم بس هل يترى المسيحية هي من جزورة متأصلة فيها؟ او لا في طريقة وسط للمسيحية لإله؟ اللي بدي أقوله أنه اللي هي أوروبا الشرقية اليوم كانت خارج على الأمبراطورية الرومانية يعني كنا نسموها زبدا كالعالم البربري كان يسموا الرومان كان عندهم عادي يسموا برابرة كل الأشخاص اللي يعني برات الأمبراطورية وكان يسموا الأمبراطورية يسموها المسكونة يعني هي العالم العالم الحضارة يعني فبالتالي رح تتأخر مسيحية تروح لإله رح تروح على مراحل يعني ولا مرة الإيمان بيجي دفعها واحدة بيجي على مراحل ولكن فعلا هي رح تصبح مسيحية بالكرن التاسع بالكرن التاسع فعلا رح تصبح شيء جد وتتحول هالمنطقة من الوثانية إلى عالم مسيحي علما أنه أنه هالمنطقة منه كله مسيحي يعني في كتير شعوب فيها منها مسيحية اليوم ولكن الطابع تبعها هو طابع أكثر مسيحي أورتودوكسي بس نحن عم نحكي عن القرن التاسع يعني المسيحية تأخرت كتير لو وصلت لأوروبا الشرقية صحيح تأخرت كتير رح تبدأ بقرن التاسع رح يجي من وراء شخصين أكثر شيء كيريلوس وميتودوديوس هم إخوة ويسموهم رسولاء السلاف يعني كل هالشعوب اللي موجودة هناك يعني روسيا بيلاروسيا أوكرانيا قصو من أوكرانيا فنوعا ما هني سيحمل المسيحية لهونيكي هني شخصين ولدوا بمدينة السالونيك وكان عندهم تربية مهمة ليش أنه بس مات بيون رح يهتم بتربيتهم رئيس الوزراء فهني نالوا تربية ثقافية مهمة جدا وميتودوديوس رح يشتغل بالشأن الدولة رح يكون بالإدارة الدولة رح يتعلم الإدارة رح يتعلم كيف يعمل المعاملات بينما كيريلوس رح يعيش أكثر بالعالم الديبلوماسي رح يكون سفير رح يبعتوا يرسلوا الأمبراطور البيزنطي كسفير إلى بغداد إلى الدولة العباسية عند الخليفة جعفر بتوكل كرميل يفاود بالشؤون خاصة بحالة المسيحيين يعني من إياما كان إيام يكون في وضع مسيحيين بمنطقة معينة وضع إيسي فكانوا يبعتوا سفير لحتى نوعا ما يحكي مع السلطة وكيف يقدروا يسهلوا الحياة على المسيحيين فكيريلوس كان إذا بدك سفير عمل بعالم الديبلوماسيا وأكثر شي ببغداد رح يرسلوا الأمبراطور البيزنطي إلى بغداد جعفر المتوكل ما كان حدا منيح يعتبر لحتى ينبعت له سفير اللي رح قول إنه تعرف كلمة منيح حسب واحد وين بيتموضع وحسب الواحد بأي شأن اللي رح جاري بقوله إنه فيتير الناس بعتبروا أنه متوكل شخص مهم لأنه هو اللي رح يوقف بوجة المعتزلة ورح يقوله يحكي عن موضيع اليوم الإسلام هي من أركان الإسلام رح يخد موقف وضع فيها ولكن اللي أكيده هو أنه كان عنده أساوي تجاه غير المسلمين حتى تجاه المسلم المختلف ما أنه شخص كان طري ولا وديع ما أنه شخص سموح مع علاقة المختلف رح يكون متشددة جدا مع الشيعة متشددة جدا مع المسيحيين بس مش عصائد بس التعامل حتى عصائد الأوانين يعني هو شخص يلي دمر ضريحي الحسن والحسين هو شخص رح يمنع الناس يزوروا كربلاء رح يمنع على الشيعة يزوروا كربلاء ورح يخد موقف تجاه المسيحيين قاسي جدا وإيام نوعا ما رح ندفع تمانو كمسيحيين بمطاع لا قاسي جدا قاسي جدا قاسي جدا قاسي جدا كان شخص ما أنه سموح كان شخص ظالم تجاه غير المسلمين هكذا عمل لك سألتني إذا هو جيد أو مش جيد عمل لك أنه بالشؤون الدينية الداخلية هو جيد عصائد الإسلام يعني بيتبره المسلمين هو شخص حافظ على الاستقامة الدينية في الإسلام أما في تعامله مع غير المسلمين كان شخص جائر مش بس إنه ظالم كان شخص بيزل الآخر يعني أحكي عن بعض الأوانين اللي هو حتى على المسيحيين يعني وعكالحال كيريلوس ما رح يقدر ينجح بالمهمة طبعا لأن كيريلوس إجرى حتى يقنع جعفر وتوكل بأنه يكون سهل مع المسيحيين أو أقل أقل قساوي يعني كان مثلا يجبر غير المسلمين يلبسوا اللباس بيميزهم على المسلمين يعني كان شخص المسيحي مجبور يلبس لون الأصفر حتى نعرفه أنه مسيحي هو شخص أخذ قرار أنه يدمروا كل الكنيس اللي تعمرت بعد الفتح الإسلامي لا ما كان شخص طري حتى ما يروح حديثة هو شخص اللي رح يقول أنه ممنوع على المسيح أن يركب الحصان بيركب الحمير يعني كان ما بيقدر المسيح ينتقل إلا على الحمير هو رح يمنع المسيحيين بأنه يعمروا مدافن ارتفاع المدافن الإسلامية يعني كان عنده مواقف جائرة جدا هو رح يخده أراضي يرحل المسيحيين من إدارة الدولة شاهدنا مرة الماضي أنه يحل دمشق بيو وهو كمان كان يشغل بالإدارة بالدولة الأموية بأنه كان يشتغله كان وزير كان إلى آخره الجحفة لا رح يقوله أنا برفض يكون بالإدارة الدولية شخص غير مسلم حتى ما أنه مسلم من الأكترية المسلم السنة فهيكون هو شخص كثير ظالم بس بدنا نقول جيد أو مش جيد هذا يرتكب حسب من أي وضعية عم بحكي من أي زاوية نعم وحسب بأي شأن يعني أيام بيقدر إنسان يكون جيد بشي معين وشخص غير جيد بموضوع تاني فكيرلوس نحن حكي عنه يريد بعدين حيصير راهب وأسكف ويبشر الأوروبا الشرقية كان موفد من قبل الأمبراطور حتى يتفاول مع الخليفة جعفر أبو التوكل إلا حتى يسهل من شؤون المسيحيين ولكنه المقلد ما قدر نجح بالمهام طبعه فعندنا شخصين عندهم خبرة طويلة بإن كان إدارة بالعمل بالإدارة الدولية أو إن كان بالعمل الديبلوماسي السيدة بخلايا نشوف أنه هنا ما كانوا راهبين منذ البداية لا وأصلا شفناها حتى مع البابا جريغوريوس بالماضي لنقول إنه في شيء أساسي كتير عنا أيام نظرة وتقول نحن بعض الناس بإنه المبشرين هني ناس سازجين أو إنه ناس روحانيين بالمعنى إنه هني بعيدين عن شؤون الأرضية أو عن المجتمع بالواقع التاريخ بدلنا إنه هالأشخاص اللي كانوا مبشرين ني جريغوريوس إلى كيريلوس إلى يوحنا ديمشقي هني أشخاص كان عندهم خبرة بالحياة وبالحياة الاجتماعية والحياة السياسية والحياة الاقتصادية وبالشؤون الأرضية الدايئة وبالتالي هالخبرة اللي عنده هالإنسان بالحياة بتنضج الإنسان شو أكثر شيء بنضج الإنسان؟ الاختبار بالحياة بما فيه اختبار الفشل مثل اللي عاشوا كيريلوس فهو الأشخاص هني عندهم خبرة بالحياة نعم مثل ما أنت قلت إنه ما ولدوا رهبان لا كان عندهم خبرة طويلة بالحياة وصاروا رهبان أو مبشرين أو أساقفين لأنه هني بس رح يروحوا يبشروا رح نشوف إنه رح يجري يطلبوا من الشرق إنه يبعث الناس يبشروا بأوروبا الشرقية يعني اللي هي مطقة تكرانيا اليوم رح يروحوا هني تشيكيا وسلوفاكيا والمجر وأقرانيا حتى تكون مضبوط فسنة 262 رح يبعثهم الامبراطور البيزنطي حتى يبشروا هالمنطقة وروما هي اللي رح تعينهم أساقفة لنقول إنه بوقت الكنيسي كانت كنيسة واحدة فلوا من بيزنطيا حتى يبشروا أوروبا الشرقية لأنه تصار في طلب وبابا رح يرسموا الأساقفة رح تعينهم شرعية كنسية بأنه هني يقدروا يأسسوا كنيسة يكونوا رؤساء كنسيين محليين أبونا بدي روح كمان فكرة مصطلح ممكن نعتبروا إنه كان دارش بوقتها يعني هيدا الشعوب يلي حملوا المسيحية واللغة اليونانية ببداية اللاتينية أيضا حتى كانوا خانقول في اللغة الإسلافية كمان كانت موجودة ففي نوع من الانثقاف نسمي هذا المصطلح مصطلح الانثقاف فشوه الانثقاف كلمة انثقاف أول شي هده كلمة مهمة جدا باللهوت هذا مصطلح مهم جدا المصطلح بلش مع الرئيس العام بالرهب اليسوعي وبعدين تبنيه يوحنا بول ستاني وبعدين تبنيناه بالقاموس اللهوتي حتى لو كنا نمارسه من زمان المصطلح هو حديث لا يعني انه العمل بما يتكلم عنه المصطلح ما كان موجود الانثقاف هي ان انت تحمل الإيمان المسيحي وتأخذ بعين الاعتبار المستمع إلك جرب تخبر الإيمان المسيحي بثقفتك شفنا معابق الكنيسة بس هن نفتحه إلى الوثنيين أو إلى غير اليهود جرب يخبره عن الإيمان المسيحي بمصطلحات مختلفة عن مصطلحات اليهودية الأصلية لماذا؟ انت بس تحكي مع الآخر الهدفك انه توصل له الرسالة اللي انت حملها ولكن انه يفهم عليك شو تحمل هالرسالة إذا تستعمل الكلمات لا يفهمها ما رح يستوعب عليك فالانثقافي انه انت تحمل الإيمان المسيحي بثقافة المستمع بثقافة المبشر وشي كتير اساسي انه الشخص يميز هل هو يحمل حضارة اللي هو جاي مننا او هل هو يحمل الإيمان المسيحي ليش؟ انه في كتير ايام في تجربات كانت سيئة بالكنيسة بانه بعض المبشرين بدل ما يحملوا المسيح حملوا ثقافتهم الغربية كانوا يحكوا عن افريقيا بفترة من الفترات كانوا يحكوا عن الثلاثة بالفرنسي يقولوا ام الثلاثة ام يلي هني هنا بترجمهم بالعربي بس لانه حلوين فكرة الام المرشان ميليتير ميسيونير ما يعني؟ التاجر والعسكري والمبشر كانوا بس يشوفون بافريقيا يكون في نوع من التحالف انه هوا ثلاثة جديدين سوا وكأنه في استيلاء غربي على افريقيا ففي كتير ايام ألزموا المبشرين الناس بسقافتهم هن بش بالمسيحية هذا ما رح يعملوا كريلوس وميتودوس كريلوس وميتودوس رح يجيئولوا قدو نحنا بنا نخبر الإيمان مش باليوناني ما هو دي الناس ما بيحكوا يوناني فبنا نجرب نخبر عن الإيمان عن الإيمان المسيحي بالسلافية وتقول يخبر مش بس انه يحكي سيشتغلوا انه يكون في لترجية سلافية سلافية الحين السلافية الاخرية فالانثقاف هذا هو نحن عن انثقاف بابا يوحنا بوستاني بيستعمل ثلاث افعال بيضوه على ثلاث مراحل بالانثقاف يقول انه انثقاف انطلاءا من حياة يصل المسيح هي تجسد هي صعود هي عنصرة ما يعني؟ تجسد المسيح بصار انسان صار انسان بمجتمع معين وبتاريخ معين بس حكي عن الله استعمل عبارات موجودة بمجتمع تبعه الخردل الزارع الخبز الأمح الزؤان فما بتقدر تخبر عن الإيمان إلا انت عم تخبر عن الإيمان بسياق معين يعني مفهوم من الشخص اللي عم تحكي معه او من الشخص اللي عم تحكي معه بعدين في شيء يسميه الصعود يعني تساعد الآخر يلي عم يسمع إيمانك بانه يرتقي بسقافته تساعده نوعا ما بانه يتخلى بسقافته عن كل شيء منه مرتبط بكرامة الإنسان يعني انت بس تخبر الإيمان عن السقافة معينة لناس ينتمون إلى حضارة معينة انت ما عم تشرع له كل شيء بالحضارة طبعه وتقل له انت في الحضارة طبعه في اشياء مانا متناغمة مع الإيمان المسيحي مثلا بس يروح المبشرين يبشروا بأفريقيا ما في نجار يقوله انه نحن نقبل بتعدد الزيجات او الاخري لا يقوله بان خبرك الإيمان بسقافتك 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 بعد نعيش صعودة اللي بدك تتخلى عنها وبعدها يقول فيها العنصرة يعني انت كيف به هالإيمان اللي عم تعيشوا به ثقافة معينة بحضارة معينة تقدر تحصل فيه تقدر انت تستقبل فيه تحضن فيه نعم الروح القدوس فهذه 3 أفعيل التجسد الصعود العنصرة يرمزون إلى فعل الانثقاف وهذا الشيء اللي بخلينا نشوف اليوم انه فيه تقس لاتيني كمان فيه تقس سرياني فيه تقس اليوم حتى نشوف مثلا العالم الموجودين بالفلبين عندهم طريقة صلاة معينة حتى طريقة الصلاة أبونا ممكن تلعب دور فيها الانثقاف يعني أنا عم بحكي مثلا نحن نشوف الكنيسة الكنيسة اليوم هون بموجودة بالمنطقة مثلا بتصلي بطريقة بل اذا بتروح مثلا على دولة تانية او بلد اخر تشوف تصلي بطريقة مختلفة ممكن تغني بالكنيسة في العالم بيغنوا بالكنيسة بلعب دور الانثقاف بالموضوع نعم أكيد اللي عم تقوله مية بالمية صحيح يعني أنا ببصوم اللي عم تقوله لأن كثير ايام بنفصل بين مش المفصل بتزير كثير ايام بنمزج بنخرط بين الانشكاكات وبين التنوع الكنيسي هوا شغلتين مختلفين الانشكاكات الانسان بيصير عنده بعض الانعات الدينية المختلفة عن الآخر بينما التنوع هي انت عندك ايمان واحد بكل واحد صحيح باللتورجية وحتى بامور تانية حتى باللباس والاخرية فاللي هم تقوله حضرتك صحيح ليش لأنه أنا فيه كون بيصلي بطريقة معينة مختلفة عن الطريقة تبعك لأنه أنا انتمي الى ثقافة وحضرتك الى ثقافة اخرى هيدا من افريقيا هيدا من امريكا هيدا من اسيا الاخرية عم نصلي الى الامان ذاته عم نعبر عن الامان ذاته بس كل واحد بيعبر بطريقة مختلفة لأنه ثقافة هذا الانسان مختلف فانت بس تكون عم تعيش الامان عم تعيش بانسانيتك وهالانسانية تنتمي الى مكان الى زمان الى بيئة الى شعب الى نظرة للحيات فانت بتعبر عن هالامان بهالبيئة فالانتقافي انه كل انسان يصلي انطلاقا من واقعه الشخصي وواقعه الجميعي فمن هيك نحن لازم نحافظ على التنوع اللي ترجي من اليوم الناس اللي بيصلوا بالسرياني او بالبيزنطي او باللاتيني او بالارمني هدو كلنا عندهم ايمان واحد صحيح انا كان اصدي ابونا على فكرة الانتقاف انت قلت مثلا عمله طقس كامل بالاسلافية بهيدي اللغة هل يترى اليوم حتى السلوك الاجتماعي اللي بتتأثر فيه الكنيسة انا اصدي مثلا ممكن ببلد افريقي يكون الرأس هو سلوك اجتماعي موجود والعالم بتحبه او كذا يدخلو بالليتورجيا اكيد اللي عم جاري بقوله انه ما هي وسلحكي انه الانسان بدي يصلي بالثقافي اللي بنتمي الى ما الثقافي هي مان لبس فكرية هي فنية هي ادبية ما بس اللغة لا مش بس اللغة لا حتى اللباس حتى كيفية التعبير اذا في حضارة بتحبر اكتر بشكل تعبيري جسدي ممكن اي لاش لا الوحب بده هوني مثل ما قلت بس متكون في صعود انه هل هالشي متناغم مع الايمان اي او لا ما في طريقة واحدة لنعيش الايمان سألوه بالماضي للبابا من الليكتوس بكتاب اسمه مرح الارض بيقول له كم في طريق نوصل عند الله بيقول لهم قدمة في ناس يعني انه ما في طريق واحد المسيح هو الطريق بس مين بيدي يقولونه انا المسيح هو هوني ومش هوني تماما ابونا من الروح شوي كمان هيك لنسمي اشخاص اخرين بشروا اوروبا الشرقية نعم هن منهم الوحيدين هن اللي اطلقوا هن اللي اخترعوا الابجادية اسلافية نحن نحن نحك عن الملكة اسمه اولغا كانت اميرة كياف بالقرن العاشر بالقرن اللي بعده الملكة اولغا رح تصير وصية على المملكة تبعها بكياف من بعد ما مات زوجها و رح تكون كتير قاسية هي كانت ملكة على اربع دول اليوم اللي هن قصوا من روسيا اوكرانيا وبيلاروسيا فهي بلشت اول شي حقابطها فعلا بعنف بالدم كانت ايسية جدا و بيوم الايام رح تزول الكوستنطينية و رح تدخل الى الكنيسة و بدخولها الكنيسة رح تعيش اختبار حول حياتها رح تعيش انطلاعا من الزغاءة للصلاوات للليتورجيا للالحان عاشت اهتداء حاست انه في شي مؤدس يعني ايام في ناس بالحياة فعلا بيعشوا اختبار لحظة بيغير لهم وجهة حياتهم هلا اكيد الاختبار لحظة هو تراكم يعني هاي تجي نوعا ما كي في الاسنين بيقطف تعب السنين فهي نوعا ما كان عندها انتظار باللوعي طبعها بانه شي شدة نحو المطلق فبس دخلت الى الكنيسة و سمعت الى التراثيل عاشت اهتداء قاني و غير لكل حياته رح تطلب انه تتعمد رح تسمي حالب المعمودية الاني الاني ليش على نسبة الامراكسونتين وهون رح تطلب انه بركب تبعطولي مبشرين الى منطقته فبعدين ففعلا سيرحوا المبشرين بحب حط صورته لانه عطول مشوفة الانديسة أولغا حامل الصليب والكنيسة حلو كتير حامل الصليب والكنيسة مع عطول بس شوفوا في اديسة حامل الكنيسة والصليب تكون اديسة أولغا يلي هي بكرارنا عاشتين طلبت بانه يبشر تبشر المنطقة طبعا حامل الصليب لانه عارف انه بالحياة المسيحية الحب يعيش ببذل الزيت والكنيسة لانه فعلا كعندها هم بانه ضل حتى لو كانت ملكة منتمية الى جماعة المؤمنين وبعد هالأهدداء اللي عاشته رح تصير وضيعة ورح تصير وضيعة لدرجة انه حتى ما رح تلزم ابنة بالإيمان ابنة رح يكون مؤمن مسيحي انه هالقد عاشت الوضيعة بانه احترمت حرية أناعة ابنة عم بقولها شي لانه اليوم بالكرن 21 عنداش ايام يشوف اهل بليفردوا على ولادهم كيف لازم يقامنوا على كبر عم بحكي هي لأ احترمت هذا شي اشتهرت بحكمتها اشتهرت بانه تساعد الفقراء رح يصير عندها الفقراء هنه هم كبير جدا رح يكون عندها حب للفقراء مش انه بس تساعده كعندها عشق للفقراء واليوم هي تعتبر من الى دي سي شفنا انه حتى في ايكوني بترسمها الى دي سي اولغا يلي هي حملة البشارة الى المناطق طبعها بالكرن العاشر من بعد رسولي الاسلام صحيح ابونا قبل ما نختم حلقتنا بس هون في نقطة لانه وقت كل عنا متقتدي بحياة القديسين هل يترى انه اليوم انه تركت ابناء على راحته هيدا الشي بيسمح بانه اليوم نحنا كعوائل مسيحية ونحنا عم نحكي نحنا نتأثر بهيدا التاريخ يلي عم نقرأ وناخد العبر منه هل هيدا الشي بيعني انه نحنا اليوم نسمح لابنائنا يعيشوا حرية الايمان على راحتهم يعني تنقوا ديانة اخرى يعيشوا المسيحية متل ما بيحبوها على كيفهم انا بقول انه اهم شي الانسان ينقل اثمن شي عنده يا الاهل مدعوين ينقلوا لأولادهم الشي الثامين اللي عندهم يا بحياتهم على صعيد الروحي على صعيد الثقافي على صعيد المادة على صعيد الجسد على كل جميع هل لازم يفرضوا شي على اولادهم بعمر معين ممكن علما انه كلمة فرد مننا كمعية فرد يعني انت تقنع الاخر بانه انا عم بعملو عم بطلبه منك وشي لخيرك فمطلوب الاهل ينقلوا هذا الامان لأولادهم بس بعمر معين لازم الاهل يعرفوا انه باخر المطاف ما بيقدروا يقمعوا انسان اذا كان عنده رغبة غير محل واذا عندهم اناعة انه روح الله بيشتغل بالانسان فبدي يقولوا انه اذا نحن عندنا هالاناعة لابد انه الله يشتغل بأولادنا هلا اذا الولد وصل لعمر معين وشاف انه اناعته هي غير محل قال الاهل شو بيقدروا يعملوا مش بس شو بيقدروا يعملوا شو لازم يعملوا لازم يحترموا حرية الانسان لانه اصلا احترام حرية الاخر يلي صار راشد اللي ياخد خياراته هي من علامات الايمان تتذكر وقت الاشراء الشاب الغني اللي عند يسوع قال له ماذا افعل لي ارسحة الابدية وقال له انه افعل كل هالاشياء قال له انا عملتون قال له شيء واحد بنقصك اذهب وبع كل ما تملكه وزع الفقراء ثم تعالى واتبعني والشاب ما قدر عملها يسوع احترم حرية الاخر فهذا شيء اساسي انه احترام حرية الاخر يلي صار راشد اللي حتياخد قراراته هي من علامات الايمان الكنيسة شو بتقول لانه بالماضي وهذا ما نحل قتل ماسي مهم اساسي انا لفتتني الفكرة بحياته انه هي تركت ابنه على حريةه من حقك ابنه صار مسيحي ابنه صار مسيحي ومعه انطلقت المسيحية فعلا كسلطة بالاوروبا الشرقية حتى ارجع كمان صحيح شوية انه ابنه مع المسيح بس ابنه عمل بس اللي بدي يقوله انه عطول بالكنيسة كان فيها الاشكالية المطروحة ما بين الاولوية بين الحرية والحق ما الذي يعلو على ماذا هل الحرية اهم او هل الحق اهم بفترة من الفترات الكنيسة كان يعتبروا الحقيقة هي اهم من بياناتهم غصينوس طوم الأكويني كان يعتبروا انه انت كرمال خير الاخر فيك تجبره بالحق لانك بدك خيره بالسنة الخمسة وستين بالمشبع فاتيكان الثاني احتجي تقول الكنيسة انه لا الحرية كمان هي عطية من الله علينا نحترم حرية الانسان بس ما تقول الكنيسة الانسان حر بخيراته اناعيطه شرط ان يبحث عن الحقيقة واذا ما وجد الحقيقة ان يعطنكها يعني انت اليوم من وجبك كمسيحي انت حر مش كمسيح كانسان انت حر ان ان تبحث عن الحقيقة او الاحرى حتى اجعل صحيح انت حر بان تاخد خياراتك شرط ان تبحث عن الحقيقة واذا وجدت الحقيقة انت تبنيها بحياتك ولا انت تكون عم تعيش نوع من الرياء من الفصام في الشخصية تمام وله هيدا المنقول وهيدا اذا جاوبت على سؤالك يعني جاوبت على ابونا واستفضت كمان وانا هيدا الشي كتير اسعدني وبشكرك لانه يعني احتلي هيدا المساحة لحتى اسألها السؤال مره الجاية رح نشوف الانشقاق بين الشرق والغرب نعم حلقة حساسة رح تكون حساسة وما نقوله انه ما بد يكون عنا خوف بانه نشوف الامور الحلوي بتاريخنا وكمان نشوف الزوية المظلمة لانه هيدا كمان حقاوي من تاريختنا سخلطنا نصير اللي احنا اليوم ما بدر الانسان يمحي حقاوي من تاريخه كأنه ما كانت بس لانه عنده خوف يطلع فيها تماما ابونا جيسر كيس الاستاذ في اللاهود شكرا لوجودك بهذه الحلقة واكيد جدد لقاء معك بالحلقة القادمة ايضا شكرا لألك وشكرا لمشاهدينة يلي رافقتونا بهيدي الحلقة من كان وصار الحلقة الجاية عن الانشقاق اللي صار بين الشرق والغرب من هون لوقتها الله معكم